اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلهنا وسيدنا ومولانا لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل ضائقة ويا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل يا أملي إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد اللهم إنا نسألك يا رب اللهم نجنا من كل نفس أمارة بالسوء واجعل أنفسنا أنفسا لوامة أو نفسا مطمئنة اللهم ارزقنا النفس الكاملة اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا اللهم بعد عنا كل ما يضرنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة اللهم عجل فرجنا ويسر أمرنا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا ونشكو إليك نفسا أمارة بالسوء اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا سطرك في الدنيا والآخرة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظ لنا صحتنا وعافيتنا واحفظ لنا شبابنا وأولادنا واحفظ لنا بلادنا اللهم وفق لا تأمرنا لما فيه صالح البلاد والعباد اللهم اجعلنا في مصرنا آمنين مطمئنين وارزقنا خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك واسعدنا يوم القيامة برؤياك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل حزبك وحرزك يا رحيم يا رحمن واملأ بيوتنا بالأنوار واملأ بيوتنا بالأرزاق واملأ بيوتنا بملائكة رحمتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ووفقنا للعمل حتى نصل إلى تقواك وأسعدنا يوم القيامة برؤياك بمنك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين